الدعامة يقولون أو معتقد البعض أنه في أنواع معها ينبغي أن يكون ليس هناك تواجد للجسم الكافي يحصل دمار كامل الجسم الكافي الحتة دي ما صار جدل لكن اللي هيمشي بالمنطق ويمشي بقوانين الطب هيلقيها الموضوع بسيط لكنه بعض الأطباء للأسف معرفش إيه الأفكار بتاعتهم أو تفكيرهم الغريب الجسم الكافي ده هو جزء الوظيفة العضو هو بدونه العضو مالوش أي وظيفة غير أنه مخرج البول والسائل منم إذن هذا الجسم الحفاظ عليه مهم طيب هيتزرع بعض الأطباء اللي هم لا يؤمنوا بهذه الفكرة أقول لك والله إحنا حسب ما قالونا في كتب الطب زمان وإحنا طلبا أنه إذا كان لا يعمل وظيفيا فليس منه أي فائدة الكلام ده كلام غلط هم قالوا إذا كان لا يعمل وظيفيا فإنت وإنت بتجري الجراحة بتاعتك ما قدرتش تحافظ عليه فإنت ما ضرتوش كتير لكن الوقت أثبت أنه حتى وهو لا يعمل وظيفيا فهو برضو ما زال يضخ به الدم وما زال يؤدي وظيفة وإن كانت غير كاملة فالحفاظ عليه أصبح واجب برضو يعني خلاص مش معناها أنه مش قادر تحفظ عليه خلاص ليس عليك حرج أنه يبقى خلاص مالوش لازمة أما أطعوا بهدله بحجة أن وجدنا يا بأنا كذلك يفعلون لا ده الحفاظ عليه أساسي وشرط وده ما تنادي به القوانين الطبية الحفاظ على أنسجة الجسم فيش قانون في الطب بيقولك بهدل أنسجة الجسم أو دمرها بحجة أنها مالهاش لازمة أنت من وجهة نظرك مالهاش لازمة حافظ عليها وسبها مالهاش لازمة من وجهة نظرك سبها سبها مالهاش لازمة يا أخي فده طبعا للأسف الشديد كلام مش مظبوط والأصح كلام السليم الذي يتماشى مع المنطق ومع قوانين الطب أن الحفاظ على هذا الجسم الكافي أو النسيج الكافي ده واجب لا يمكن التنازل عنه الإطلاق